اهلا بكم من جديد زار وفد رفيع المستوى من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة سمير ناس رئيس الغرفة ما قرى غرفة صناعة وتجارة المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وقال سمير ناس إن اللقاء تناول عدة محاور مطروحة على جدول الأعمال ومنها فرص الاستثمار المتنوعة التي تتميز بها مملكة البحرين ودعوة قطاع الأعمال السعودي إلى دخول السوق البحريني والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة في البحرين ومن جانبه قال عبد الحكيم الخالدي رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية إن اللقاء ناقش أبرز إنجازات الغرفتين على مستوى دعم القطاع الاقتصادي بين البلدين ودور مجلس الأعمال السعودي البحريني في تذليل التحديات أمام قطاع الأعمال في الطرفين أعلنت شركة بن فقيه للاستثمار العقاري الرائد في البحرين رسميا عن شراكتها مع دار الأزياء الإيطالية روبرتو كافالي والتي ستتكفل بتنفيذ التصاميم الداخلية للبرج الشرقي من مشروع ووتر بي الذي يتضمن ثلاثة أبراج سكنية التفاصيل مشاهدين في سياق التقرير التالي أقامت شركة بن فقيه حفلا في فندق الفور سيزنز للإعلان عن هذه الشراكة المميزة والفريدة من نوعها في مملكة البحرين مع دار الأزياء الإيطالية روبرتو كافالي ويقام مشروع ووتر بي في خليج البحرين الواقع على الواجهة البحرية للمنامة بإطلالة خلابة على الخليج ويقع المشروع مقابلا لفندق الفور سيزنز ويطل على مجمع الأفنيوز ويتضمن ثلاثة أبراج سكنية وأنا أعتقد أن هذه بداية خير إن شاء الله حق الشركات الباقية أننا تكون مركز الاستقطاب حق البرندات الثانية حق مملكة البحرين أنا أعتقد أن الفترة اللياية تطلب منها أننا نكون في فترة تنافسية قوية بين دولنا المجاورة طبعا تكون المنافسة أننا نكون متوازنين في أننا نقدم كل ما أمكانه في القطاع العقاري هذا المشروع يعتبر من المشاريع الرائدة في مملكة البحرين مما يساهم برفع مستوى الرفاهية والاسترخاء إن شراكة مع روبيرتو كافالي تعتبر من المشاريع المتميزة التي أطلقتها شركة بن فقيه وأعتقد بأن لهذا المشروع مستقبلا باهر في مملكة البحرين وبالتحديد القطاع العقاري المشروع العقاري الواقع في خليج البحرين سيحمل اسم Water Bay Residence مع روبيرتو كافالي وسيحتوي على تصاميم داخلية إيطالية مميزة تم عددها خصيصا من قبل روبيرتو كافالي لتضيف أجواء ساحرة وحيوية للقاطنين وتوفر لهم فرصة الاسترخاء والاستمتاع بالعيش بكل أناقة طبعا هاي شيء متميز جدا وبيعطي طابع جديد حق العقار في البحرين وأول مرة في البحرين يكون فيه تاورز مع براند اللي هو روبيرتو كافالي طبعا هاي موجود في بعض الدول الخليجية ولكن أول مرة نحن نيب براند في البحرين مثل ما أنت عارف يعني بحرين بي وجهة سياحية جديدة في البحرين تستقطب عوائل جديدة قرب فندغ الفورسيزن ومجمع الأفنيو فهذه البران موجود في هذه المنطقة بيكون إضافة جديدة وبيفتح أفاق للسياحة في البحرين وبيضيف شيء ممتاز حول السوق العقاري وأنا أعتقد اليوم نفتخر بكون ماركة مثل روبيرتو كافالي موجودة في البحرين وهي اللي أول مرة نحن نشوف مباني عليه علامة تجارية دولية ومعروفة ومشهورة حضر هذه المناسبة عدد من الضيوف البارزين من مجموعة روبيرتو كافالي إلى جانب عدد من المدعوين من مملكة البحرين والمنطقة وبموجب هذه الشراكة ستصبح شركة بنفقيه أول مطور بحريني يستقطب بيت أزياء عالمي إلى القطاع العقاري المحلي والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية اشتركوا في القناة نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعقدات هذا الأسبوع ونبدأ مع بورصة البحرين حيث ارتفع مؤشر البحرين العام في إغلاق اليوم بنسبة 0.11% مقفلا عند مستوى 1341 نقطة وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 8.780.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1.832.000 دينار تم تنفيذها من خلال 121 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهم المتداولة منسبته 91.74% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البرصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8433 نقطة بارتفاعا بلغت نسبته 0.33% أما بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 4985 نقطة بارتفاعا طفيف بلغت نسبته 0.5% وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلق عند مستوى 2516 نقطة كما هو موضح على الشاشة بارتفاعا تجاوزا نصف نقطة مئوية أعلنت وزارة العمل السعودية إطلاق مبادرة تعويض الكفاءات من منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لتحفيز القطاع الخاص للتوطين والإسهام في استقرار القطاع الخاص واستمراره بكفاءة وقالت الوزارة أن المبادرة تأتي لتقدم حلولا مثالية وسريعة للمنشآت من أجل تعويض مغادرة الكفاءات في التخصصات النادرة وأوضحت الوزارة أن المبادرة هي للتأشيرات التعويضية أطلقتها المنظومة لتعويض نقص الكفاءات الوطنية في تخصصات نادرة أو مهن لا يمكن توطينها حاليا بسبب عدم وجود من يشغلها من المواطنين النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل السلطات الأمريكية تتهم هواوي بالسرقة وتعتزم فتح تحقيق جنائي للعملاقة الصينية عقدت اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية اجتماعا على مستوى كبار المسؤولين لمناقشة مشروع بنود جدوى الأعمال القمة المقرر عقدها الأحد المقبل في بيروت وقالت المساعد رئيس أو المدير العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة إن القمة ستناقش قضايا محورية سيكون لها تأثير على الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإقليمية للأعوام المقبلة وتستند القمة إلى نتائج القمم العربية التنموية السابقة إضافة إلى المؤتمرات الدولية التنموية بما فيها أجندة التنمية المستدامة عشرين ثلاثين شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن بلاده مستمر في طريق تنفيذ وتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته خلال الأعوام القليلة الماضية وقال السيسي لدى لقائه وفد استثماريا أن الدولة المصرية عازمة على استمرار قوة الدفع للتحرك بشكل متوازن ومدروس في سبيل تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل كمسار وطني ملزم على المدى البعيد لبناء مصر وأوضح أن المشروعات التنموية في مصر انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ وأن التركيز سينصب خلال الفترة المقبلة على عدد من القطاعات الاقتصادية الوطنية الواعدة تشهد تونس إضرابا عاما دعا إليه الاتحاد العام للشغل وهو الاتحاد العمالي الرئيس في البلاد وذلك بعد فشل المفاوضات مع الحكومة في شأن زيادة الإجور وتشعل زيادة الإجور الصراعة بين الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل والواقع أنها ليست زيادة بكل ما تعنيه الكلمة بل تعويض عن رفع أسعار الوقود وتآكل القدرة الشرائية للدينار التونسي بعد أن تراجع بأكثر من 30% منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي قبل ثلاث سنوات تتجه الأنظار حاليا نحو الخطة البديلة التي يتوجب على رئيسة الوزراء البريطانية تقديمها للبرلمان البريطاني يوم الاثنين المقبل وفقا للقانون بعدما نجت تيريزا مي من تصويت حجبت ثقة عن حكومتها لنتعرف على تفاصيل هذه الخطة في سياق التقرير التالي بناء على الانقسامات الحاصلة داخل دائرة البرلمان البريطاني من المتوقع أن تطلب رئيسة الوزراء البريطانية تجميل المادة رقم 50 أي تجيل موعد البريكزيت لما بعد 29 من مارس المقبل وذلك لمنحها المزيد من الوقت لإيجاد حل يرضي الجميع وهذا تحديدا ما تقوم به ماي حاليا حيث بدأت الاجتماع مع بعض الأحزاب الإقليمية غير أنه كان لافتا عدم لقائها حتى الآن مع حزب العمال ولعل ذلك يعود إلى خيبة الأمل من جراء رفض رئيس حزب العمال جيرمي كوربين الجلوس على طاولة المفاوضات مع مي بشرط استبعادها تماما فكرة الخروج الفوضوي من الاتحاد الأوروبي أو نوديل الأمر الذي لم تقبله رئيسة الوزراء حتى الآن من جهة أخرى يقول البعض أن المشكلة الأساسية تكمن في تمسك تيريزيا مي بما وصفه البعض بالخطوط الحمراء بدون إبداع أي ليونة تنتجها هذه الخطوط وهم أولا أن يكون هناك بيركست فعلي بكل ما للكلمة من معنى وليس نصف بيركست ثانيا أن تظل المملكة المتحدة متحدة ولا يكون هناك تفريق بين المناطق المختلفة وهنا تأتي مسألة الباكستوب بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا ثالثا مسألة التحكم في الحدود وعدم سيطرة محكمة العدل الأوروبية وأخيرا أن يكون لبريطانيا الحق في إبرام سافقات تجارية عالمية وهنا تبرز مشكلة أساسية أخرى حيث يتحدث البعض عن بقاء بريطانيا في وحدة جمهوركية دائمة مع الاتحاد الأوروبي وهذا الأمر سيصعب على بريطانيا إبرام اتفاقيات تجارية مع دول أخرى من جهته أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فليب إطلاق خطة مرتبطة باحتمال حدوث بريكست بدون اتفاق وكشف فليب بعد اجتماع مع عدد من الوزراء في قصر ماتينيون في باريس أن هذه الخطة تتضمن إجراءات تشريعية وأخرى قانونية تستهدف العمل على أن لا يحدث انقطاع في مسألة الحقوق وأن تكون حقوق المواطنين والشركات محمية فعلا والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية باتت السلطات الأمريكية في مراحل متقدمة من فتح تحقيق جنائي قد يؤدي إلى توجيه اتهام إلى شركة الاتصالات الصينية هواوي وفقا لصحيفة وولستريت جورنال فقد نقلت الصحيفة أن وزارة العدل الأمريكية تنظر في ادعاءات بسرقة هواوي لأسرار تجارية من شركائها الأمريكيين ومن بين ذلك جهاز آلي لفحص الهواتف الذكية تابع لشركة تيموبايل وستزيد هذه الخطوة من حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين التي بدأت بعد إلقاء القبض في كندا على مينغ وانتشو المديرة المالية لهواوي بناء على مذكرة أمريكية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر